اهلا بكم محبي مسلسل حارث القبي اليكم ملخص الحلقة واهم احداثها ولكن قبل ان نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد ابو العز يطلب من ابو شوال ان يجهز نعسه ويجلمه اكواب الى بيته الثاني ابو العز نقل الصندوق والى بيته الثاني ابو شوال مسؤول عنه طبنجة وابو رياح يلطون لابو الاحلام وهم ملتمين ويكادوا ان يقتلوه لو لا تدخل سعيد اطلق عليهم الرصاص وهربوا ابو الاحلام لم يعرفهم في اليوم التالي سعيد اخبر ابو الاحلام بان يصحى لنفسه وقال له بان كنت موجود ابو الاحلام فهم وعرف بان طبنجة وصديقه هم من تعدوا عليه سعيد وابو الاحلام يعمل في السر لاذارة الامور ام العز مرتبكة ولا تعرف ماذا ستفعل وخاصة بعد نقل ابو العز للصندوق طلبت من عمار ان يأتي من اجل ان تتحدث معه زوجة مرعي تركت المنزل زوجها امنها في منزل اخر غاز يذهب لليلة خارج القصر وقرر مرعي بان يراقبه غاز يذهب لبيت مرعي ومرعي يشاهد وفهم ما حدث قبنجة ما زال يهدد عمار الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو ولان ندعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته